بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله يا أخوان في هذه القناة وقلت لكم وعدتكم بعشياء إن شاء الله إذا فعلناها تغيرنا فمن ذلك أمر من العمور أخذت في حياتي بنفسي جربت ووجدت العجب العجاب وخاصة في رمضان الذي دخل علينا أنا أريد يا أخواني نطبقه في رمضان وهو إذا أردت أن تتغير في حياتك أو تغير أمرا أو تحل مشكلة تقضي دينا أو تأتي بصفة إيجابية لنفسك أو تتخلص من معصية أو ماذا تريد سيحصل لك في الأيام الأولى ممكن ثلاثة أيام الأولى وبتجربة يا جماعة الخير مني وممن رأيت من من قلت لهم استخدموا هذا الدواء الناجع ألا وهو يا أخوات أنك تدعو الله فيستجيب لك لكن حتى يستجيب لك تيقن أنت بالكلمة يقين أبيك تركز على كلمة اليقين وتفهمها اليقين لا تشك واحد بالمئة أنت تعتقد أن الإجابة حاصلة يعني بعد أن تدعو تذهب وتقول انتهى الموضوع عندئذ ستحصل على الإجابة جاءني ناس أو أباءهم يشكون أن أولادهم واقعين في المخدرات قلت لهم أنتم في رمضان والآن إذا قمت في رمضان تتسحر قبل السحور أو بعده صلي ركعتين أو ارفع يديك وادعو الله عز وجل لكن بيقين وسوف يهدي الله عز وجل ابنك وفعلا يا أخوان ما يخرج رمضان حتى هدى الله وأولادهم وأيضا جاء إلي من عليه دين وغير ذلك من القصص في رمضان أو في غيره لكن لاحظت في رمضان استجابة عجيبة للدعاء خاصة عند اليقين انتبه كلمة اليقين أرجع وأقول ركز عليها وتيقن أن الله أجابك إن الله عز وجل لما ذكر آية الصيام ماذا قال بعده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي ذدعا اختر دعوة واحدة وادعو الله بها مثلا إنسان جاني مسحور وشوفي من الغد لما دعو الله في السحر ماذا قاله قلت له قل وكلتك يا رب يقول دعوت فشفاني الله عز وجل الحمد لله الآن له سنوات ثلاث سنوات شفاه الله عز وجل من السحر الدعاء بيقين عجيب أذكر كلمني أحد الأخوة وقال علي دين مليونين وسمعت كلمك عن اليقين فاطبقته يقول فرزقت في الشهر الأول ثلاثة مليون ثم رزقني الله عز وجل إلى أكثر من عشر مليون في أشهر يقول اليقين عجيب هذا جربا تدعو والله سترى الإجابة وإن لم ترى الإجابة فاتصل علي فسأخبرك أنك لم تستخدم اليقين بحق بارك الله فيك وسأل عز وجل يستجيب من دعواتنا ما هو خير لنا وصلى الله وسلم والبينة محمد ترجمة نانسي قنقر